موسيقى 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 هناك مدرسة نادي السياحة والرياضة من ولاية عين الدفلة هناك فريق تلك من فجر وهران من ولاية وهران الفريق المنظم لهذه الدورة والفريق من ولاية مستغانم منظم من طرف الجمعية أولانتيك العرصة هذه الدورة اللي إن شاء الله الحضور يعني تحضير كذلك بالتنسيق مع بلدية مستغانم وكذلك إشراف مدرية الشباب والرياضة هذه الفرقة تجمع الأبناء للشباب وخاصة بالعيد الشباب المجموعة هي المتحدثة من الفرق يعني وسيلة إطرز سيدة بنجاما إن شاء الله هذه الدورة تكون عليها الحسن ميرام وخاصة بالمهدي المناسبة العظيمة عيد الاستقلال للشباب وهني أكذلك هذا النادي أولمبيك العرصة جمعية ناشئة التي تعمل يعني في بجد وخاصة في التكوين وأولا فيك العرصة هنا في العرصة عندنا مناطق أثرية ومواقع أثرية موجودة هناك كنت تتكلمت مع سيدة إيسا جمعية من أجل يعني تنظيم تظاهرات رياضية لمستوى هذه الأحياء العقيقة لمستوى المستغانم وحضورنا أيضا يتي في إطارات المقاربة التحفيزية لهذه الجمعية لتنظيم تظاهرات رياضية بمنطقة العرصة التي يقع بها مصرح الهواء الطلق يقع بها أيضا متحف بوجوتوت وتقع بها حديقة العرصة ونرحب بكمية شركة موجودة اليوم هنا في مدينة مستغانم ونقل لهم عيد الاستقلال سعيد ودورة مميزة إن شاء الله وزيزائر بخير أشكر أولمبيك نادي العرصة على هذا الدورة اللي قام بها هي الدورة من 60 من عيد الاستقلال الخمسة جويلية ونبتخرب هذا النادي اللي راي يديرها هذا المبادرة أشكر كل الفرق اللي جوا من هنا الحضور هذا التعناه كان فيه شوية مشقة بقادية تنقل مسافة بعيدة في الحقيقة كنا مشاركين في دورة بولاية تيب بازا لفعالية دورة بولاية تيب بازا كان ختم بارح بعد نقلنا إلى ولاية مصانم للمشاركة في هذه الدورة المباركة وهذا الشرف لنا أننا نشاركه ونمثله إحياء مناسبة وطنية عظيمة كهذه المناسبة بمناسبة عيد الاستقلال الله يرحم الشهادة إن شاء الله دورة تكون مليحة وكون لقاء أخاوي بيش نتعرفوا بين الفرق الجزائرية إن شاء الله ما تكونش آخر دورة هذا إن شاء الله